بعث وزير الداخلية بحمود توفيق برقية تهنئة للبابا تودروس ثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكراز المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد متمنيا أن يحفظ الله مصر لتبقى منارة تهدي البشرية من خلال قيم الحق والتسامح والوسطية والاعتدال كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من رئيس الطائفة الإنجلية بمصر الدكتور القص أندريزاكي والأنباء إبراهيم إسحاق سدراك بطريارك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد معربا عن أطيب أمنياته بدوام رفعة واستقرار مصر كما هنأ جميع رجال الشرطة المسيحيين بتلك المناسبة ترجمة نانسي قنقر